موسيقى اتزامن مع الاحكام التي اصدرتها محكمة سيليفريا التركية غرب اسطنبول بحق جنرالات سابقين في الجيش اجرت حكومة رجب طيب اردوغان تغييرات جديدة في قيادة الجيش والشرطة الاحكام جاءت في اطار محاكمات شبكة ارجينيكون بتهمة محاولة الانقلاب على حكومة حزب العدالة والتنمية عام 2002 القضية كشفت عام 2008 ويتهم فيها 275 شخصا وقد شملت المحاكمات صخفيين وحزبيين وضباطا ورجال اعمال والقضية لا تنحصر في نتائج المحاكمات بقدر ما تشمل دور الجيش في السياسة وهو لطالما عرف بانه المحدد الاول لاستراتيجيات السياسة التركية وهو الحاكم الفعلي للبلاد تحت عنوان الدفاع عن النظام العلماني وبعد التعديلات الدستورية قبل اعوام واخضع الجيش للمحاكم المدنية وللقرارات الحكومية هل احكم اردوغان قبضته على المؤسسة العسكرية؟ ومن المعروف ان المؤسسة العسكرية هي صانعة العلاقة والتحالف مع حلف الناتو والولايات المتحدة واسرائيل لكن هل سيبقى التعايش بين اسلامية اردوغان والناتو في ظل تغييب دور الجيش؟ في التفاصيل قضت محكمة تركية بالسجن مدى الحياة على رئيس الاركان التركية المتقاعد اليكر باشبوغ بتهمة محاولة اطاحة حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان وعلى وقع احتجاجات من انصار المتهم اصدر القضاة ايضا احكاما على عدد من كبار الجنرالات السابقين وثلاثة برلمانيين معارضين بالسجن لمدد تتراوح بين 12 و35 عاما كذلك برأت المحكمة 21 متهما من بين 275 متهما في القضية الذي اسقط اربع حكومات في عهد الاتة التركية هو اليوم رهن سياسة تركيا العدالة والتنمية فبعد موافقة البرلمان على تعديل قانون كان يسمح للجيش بالانقلاب من اجل حماية مبادئ الجمهورية ها هي جلسة اجتماع الشهور العسكرية برئاسة رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان تقصي ابرز معارضي الاخير بكر كاليونجو القائد العام للدارك والرافض الشرس لاي تقسيم قد يطال البلاد اجبر على التقاعد لقاطع الطريق عليه كي لا يصبح رئيسا للاركان عام 2015 فيما مهدت الطريق الى هذا المنصب لخلوص اقار رجل الخطط والتكنولوجيا الذي عين قائدا للقوات البرية تعيين قرأته اوساط عسكرية على انه نهاية لعهد اختيار رئيس اركان موتا مترس في القتال ضد حزب العمال الكردستاني اعادة هيكلة الجيش هذه التي كانت لقضية شبكة الارجينيكون دور فيها كانت حملة سوق لكبار الجنرالات الى المحاكم قد سبقتها 277 جنرالا بينهم 66 قيد الاعتقال تنتظرهم احكام قد يصل بعضها الى المؤبد مع الاشغال الشاقة وتتهم شبكة الارجينيكون التي تضم علمانيين وقوميين اتراك بالتدبير لانقلاب عسكري ضد اردوغان وحزبه الذي يحكم البلاد منذ عام 2002 وبشن هجمات واعمال عنف على مدى عقود لاثارة الفوضى في تركيا اشتركوا في القناة